بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم أنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حرح القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مغمحون وجعلنا من بين أيديهم ستا ومن خلفهم ستا فأغشيناهم فهم لا يبسرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحجي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم أثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكركم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فترني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بزر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منوزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مغفرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حقا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابقنها وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم يميقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا غيلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محذرون فاليوم لا تزلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك مبكيون لهم فيها فاتحة كون ولهم ما يتاعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعقدوني هذا سراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخلم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد ورجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا السراط فأنا يقصرون ولو نشاء لطمسنا على مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها وكوبهم ومنها يعقلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينسرون لا يستطيعون نسرهم وهم لهم جود محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نتفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحجي العظام وهي رميم قل يحجيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخبر نارا فإذا أنكم منه توقتون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له قل فيقون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطعوا في الميزان وأقيموا الوزن في القصة ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها من الأنام فيها فاكهة والنخل ذا كل النام والحبح ذو العصف والريحان فبيي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبيي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبيي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبيي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبيي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشأة في البحر كالأعلام فبيي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبيي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شعر فبيي آلاء ربكما تكذبان سنخرج لكم أيها السقلان فبيي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبيي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواز من نار ونحاس فلا تنتصران فبيي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشرت السماء فكانت وارتبان كالتحان فبيي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبيي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسماهم فيحفظ بالنواصي والأقدار فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آل فبيي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبيي آلاء ربكما تكذبان دواتا أفلان فبيي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبيي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة من زوجان فبيي آلاء ربكما تكذبان متكئين على خرش بطائنها من يستبرق ووجن الجنتين تان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرا قطرف لم يقصهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياحوط والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إن الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان متهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيران فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيران فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيران فيهن خيران حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خزر وعبطر الجن حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام اشتركوا في القناة